نحن نتوجه مع هذه المساعدات بارتباط كبير وبالتركيز على إيصال هذه المساعدات الإنسانية ولدينا منظمات خاصة على الأرض تعمل في القضايا اللوجستية كاملة لضمان انتقال المساعدات للشعب الأوكراني بسهولة وضعوني واسمح لي أن أؤكد على أن الإصال هذا الرمزي والجميع في أوكرانيا سيسجلون يوم مأساوي وهو السنة تاني على هذه الحرب وهذه المساعدات تشمل مولدات كهرباء ومواد أغذية أطفال وأجهزة منزلية كل هذا كل ما ينزم الشعب الأوكراني وآخذين هذا بالاعتبار فالجميع يتحمل المسؤولية في تنفيذ الجزء المعني به في هذا التعاون من حيث الأولوية يعني هذه المساعدات التي تصل ما الذي يتم التركيز عليها أولا هل هناك مناطق معينة يعني الحاجة فيها ربما للمساعدة أكبر من مناطق أخرى كيف يتم التعامل معها كبأ أوضاع ماساوية طبع هناك أولويات نحددها والمساعدات الإنسانية ستذهب أولا إلى جنوب أوكرانيا خرسون ومكلاي وهذه المناطق التي دربت بعنف بسبب هذا العدوان العسكري ومن ثم المعاناة للمدنيين بسبب تدمير مصنع الطاقة الكهربائية الذي دمر أو محطة الطاقة الكهربائية أفوا وبالتالي أيضا سيكون هناك كثير من التحديات التي عليهم أن يتجاوزوها سيد أناتولي فيما يتعلق بمسار الحرب الآن في أوكرانيا السنة الثانية الآن يدور جدل كبير حول مسألة استمرار الدعم العسكري للجيش الأوكراني إلى أي مدى بالفعل الآن هناك تقدم أو استمرار لهذه المساعدات العسكرية في ظل تطورات الحرب خصوصا بعد إعلان السيطرة الكامرة من قبل الجيش الروسي على FDFK اسمح لي أن أؤكد أننا كلنا ثقة أن التحالف الدولي الذي يدعم أوكرانيا سيبقى قويا وسنواصل الحصول على المساعدات العملية التي نحتاجها من أجل الاستمرار وتحمل الوضع في ظل هذا العدوان العسكري هناك خطط يمكن تغييرها لكن في الوقت ذاته لا يشك لدينا بأن الموارد التي نحتاجها لحماية أوكرانيا ستكون أولا من أوكرانيا ومن ثم من مصادر دولية أخيرا إلى أي مدى هناك موقف دولي متضامن من حيث تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فاعل الآن للأوكرانيين المساعدة الإنسانية من المملكة العربية السعودية هي مسألة جوهرية وأساسية ووفقا للقانون الدولي في الموقف الذي يحافظ عليه المملكة وهو دعمها لشعب أوكرانيا والرئيس زيلانسكي رحب بوقوف السعودي معنا من أجل بناء سلام عادل ودائم في أوكرانيا ولدينا كثير من الفرص للتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين شعبينا وهدفنا الاستراتيجي لكن لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا والمجتمع الدولي سيساعدنا في إقامة ذلك السلام عبر الدبلوماسية ونظام أمني نحتاجه من أجل وقف عدوان العسكري شكرا جزيلا لك سفير لوكراني ليد السعودية ناتوالي بيت رنكو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك